نفذ سلاح الجو التابع للجيش الليبي غارات جوية استهدفت مواقع لتجمعات الإرهابيين في مدينة أجدابيا شرق ليبيا أسفرت عن مقتل خمسة عشر إرهابيا جلهم من جنسيات أجنبية متفرقة وبحسب وكالة الأنباء الليبية نقلا عن مصادرها العسكرية فإن القصف الحربي على الحي الصناعي بأجدابيا خلف وراءه العديد من القتل في صفوف عناصر مجلس شورى أجدابيا الإرهابي وأنه تم تسجيل حوالي خمسة عشر جثة من جنسيات أجنبية مختلفة